اشتركوا في القناة ايها الدارسون الاحباء كيف انتم زين الحمد لله بخير نحن ندرس في السف السابع درسنا في الدرس الماضي الوحدة الاولى النس الصفري في الوحدة الاولى رأينا السورة الام والطفل معها ونتفكر ونتحدث عن احلام الام وقتبنا الاجوبيبتال الاسئلات الاسئلتين من معلومي و ماذا تحلم اللم قتبتم احسنتو اشتركوا في الواحدة الاولى داخل في الوحدة الاولى نحن نشسنا عن احسنتو انسنا للمشاق حيث نحن نشحنا تجعلنا فتحكم قرأنا المفكرة ثم كتبنا الأسئلة والأجوبة نعم، من قرأنا هذا العديد من أجوبة المفكرة هذا هو الثاني السؤال الأخير بأي يوم نحتفل يوم الامة هل كتبتم الأجوبة؟ أي يوم نحتفل يوم الأمهات؟ في يوم الأحد الثاني في شهر مايو كل سنة إلا ورشون مايما ستلين؟ آه يوم الأحد الثاني يوم الأحد الثاني سكن السندة لأن دامتنا يوم الأحد الثاني في يوم الأحد الثاني فهمتم؟ من صلى الله؟ إن شاء الله نحن ندخل إلى الدرس أنت جوهرتي نعم اقرأوا هذا الدرس إن شاء الله أنا أقرأ وأنتم تستمعون وتنظرون إلى الكتاب أنت جوهرتي جاسر ولد يحب أمه شديداً وكان يشعر بالفرح كلما رأى عقد الجواهر في عنق أمه ما أجمل العقدة؟ جواهره تلمع باللون الأحمر والأخضر والأزرق كم يحب ذلك العقدة حينما تلبسه الأم؟ أيها الدارسون شوف إلى السبورة نرى بعض الكلمات ومعانيها أنتم تكتبون هذه الكلمات في الدفتر أحب أدند ملارع يحب إشتبر شاعر ملارع يشعر أنبوك لماع ملارع يلماع تلنغ لبس ملارع يلبس داريك شديداً والريادكم الفرح صندوش عقد مالا الجواهر لتنغل غنق كرت اللون نرب في هذا الدرس نحن ندرس بعض الألوان المختلفة سوف نتعرف على الألوان أصفر أزرق أخلر أبيل بنفسجي بني وردي أحمر برتقالي أسود كيف كان عقد الأمي يقرأوا هذه الأسئلة؟ متى أشعر جاسر بالفرح؟ نعم أنتُم تكتبونا الأجوبيبت لهذه الأسئلة الفرح اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة